مساء الخير طول عمرنا بنسمع عن فلان اللي ارتبط بفلانة وبعد ما عشمها بالجواز قال لها لسطوانة إياها بتاعت انت تستهلي واحد أحسن مني أو فلانة اللي فرحانة بشكلها وجمالها وبتستغل الجمال ده في أنها تعشم الشباب عشان تاخد منهم فلوس وهدايا وفسح وفي الآخر معلش يا بيبي كل شيء اسمه ونصيب سمعنا وشفنا من ده كتير يمكن مفيش حد فينا ممرش بقصة حب فشلة ووعود كدابة لدرجة أننا ساعت كان الموضوع بيقلب معنا بقى من عياط وشحتفى يعني لدحك وكوميديا أحيانا لغير الشماتة والناميمة من الناس اللي بتحب تتسلى على قصة صغيرها وتفرح قوي تقول لك شو؟ عشمها وخالع أدهم بطل قصة حقيقية النهاردة دخل البيت من بابه وحط إيده في إيد رجالة وبدل ما يتقدر على حبه وأنه جد اكتشف أنه تسرق والسرقة كانت ثلاث سنين ونص من عمره خلوه فيها احتياطي استبن زي ما قال في رسالته وعشان نفهم الموضوع من أوله تعالوا نشوف أدهم بعت لنا يقول لنا إيه اسمي أدهم مهندس في شركة مالتي ناشنال وعمري واحد وثلاثين سنة عشت عمري طفل انطواقي شوية بحكم أني كنت خجول أو يمكن عشان ولد على تلات بنات تقريبا ما كانش اللي في ابتداء صحاب نهائي وفي عدادي وسنوي كان صحابي قليلين وكنت قليل الكلام معاهم يعني يا دوب على قد الدراسة والأمور اللي تخص الدروس وبس لكن ما كنتش بتكلم معاهم عن حياتي الخاصة نهائي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمعني بيهم خارج الدراسة هي شطرتي في لعبة الشطرانج مفيش حد من أصحابي عارف يكسبني في اللعبة دي لدرجة أني كنت لفل الوحش والشخص اللي بيتضرب بيه المثل في اللعبة ولما دخلت سنوي عام ما كنتش بعمل حاجة في حياتي غير مذاكرة لعمري بصيت لبنت من الجيران ولا البنات اللي كنت باخد معاهم دروس ولا عشت فترة مراقتي زي اللي في سنة لحد ما جبت في سنوية عامة 99% ودخلت كلية هندسة وفي الكلية كنت برضو مركز في محضراتي وبس لدرجة أن زميلي كانوا بيستغربوا ويقولوا لي أنت إزاي كده معقول مفيش جواك مشاعر فكنت بقولهم أكيد جوايا بس بعرف أتحكم في نفسي وكل حاجة عندي محسوبة كويس وليها وقتها وزي ما دخلت الكلية وزي ما خرجت خمس سنين اتخرجت بعدهم بتأدير جيد جدا ما عشتش فيهم قصة حب ولا إعجاب ولا أي حاجة من الكلام ده جايز كان فيه إعجاب من بعض زميلاتي بحكم أني الحمد لله كنت محترم وجدع مع الجميع وبساعد أي حد محتاج أني أذكر له أو أحلله بعض المسائل وكذا مرة كانت بعض زميلاتي من دفعاتي ودفعات تانية أصغر مني بيلمحولي بس ما كنتش ببين أي تجاوب بغاية ما يزهقوا ويمشوا وبعد حوالي أربع سنين من التخرج اكتشفت يا سالي أني بقيت فاشل جدا عاطفية وصفر خبرة في التعامل مع الجنس الآخر وما بعرفش إزاي يتكلم مع بنات ولا إزاي يفتح حوار أنا أصلي بعد ما اتخرجت اشتغلت وكنت بنزل مواقع كتير وكان كل اختلطي مع العمال والفنيين وبس مفيش خروجات زي باقي الشباب اللي في سنة مفيش نوادي مفيش كافهات مفيش سينمات مفيش بنت بصهر طول الليل أتكلم معها أو أبعث لها وتبعث لي حتى مورنك تكست ولما وصلت لسنة تمانية وعشرين ماما وأخوتي ببنات عملوا علاية التفاة وفي يوم راجع من الشغل تعبان لقيتهم عاملين اجتماع عشاني بيقولولي عندنا ليك عروسة قلت لهم باستغراب عروسة ضحكوا علي وقالوا يعيني يا ابني ده شكله نسي يعني إيه بنات وجواز وطبعا يا أدهم بما إنك ما عندكش أي خبرات وتجارب عاطفية وحياتك العملية في المواقع كلها أكيد لقيت نفسك موافق موافق على فكرة أن هم يشوفوا لك عروسة وقلت أكيد هيختارولي واحدة تبقى كويسة ومضمونة صح؟ تعالوا نكمل بكل صراحة وأشاركها أفكاري وأصراري كانت العروسة أخت صاحبة أختي الكبيرة في الشغل وفي مرة أختي كان بتتكلم معاها علي وعن مواصفاتي وشهدتي وشغلي فقالت لها طم ما نجوزوا الأختي دي بنت جميلة وبتدرس في كلية الأداب وبتعرف تعمل كل شغل ببيت وقطة مغمضة لا لفت ولا دارت شبهي وشبهك بالزبط بس المفاجأة إننا لما روحنا نتقدم بابها كان شديد شوي وطلب طلبات مبالغ فيها وماما كانت هتشد معاه وقمنا من غير ما نتفق بس الغريب إني لما رحت البيت حسيت إني ملت البنت دي كانت جميلة جمال مش طبيعي مش طبيعي يا سيلي ولما ماما قالت هما متقرعاني على إيه اللي خلقها ما خلقش مليون غيرها يفتح الله قلت لها معلش يا ماما خلينا نقعد قاعدة تانية يمكن نتفق لما روحنا لهم تاني كنت رايح وجوايا قرار إن الموضوع ده لازم يكمل وعملت أقسم عندي عشان الاتفاق يتم رغم إن أختي نفسها اللي كانت زميلة أختها قالت لي بلاش يا أدم أنا اللي رشحتها لك وأنا اللي بقولك بلاش بس كان في حاجة جوايا شداني للبنت غصبا عني رغم إنها كانت سكتة مش مبينة أي رد فعل ولما جي عليها الدور عشان تتكلم قالت أنا لها شرط وحيد مش هتجوز غير لما خلص دراسة ردت ماما بعصبية وقالت معقول ده أنت لسه في سنة أقولها كلية يعني هنستنى ثلاث سنين كمان بس أنا قلت لهم إني موافق وفهمت بماما إن ده المصلحتي عشان أكون جبت كل اللي ناقصني من غير مضغط نفسي واجي على صحتي أو شغلي أو أعصابي وفعلا اتخطبنا وجبت لهم شبكة غالية تحلم بيها أي بنت بس هي كان باين عليها إنها مش مبسوطة قلت معلش تلاقيها لسه مكسوفة عشان ما عرفناش بعض كفاية وبكرة ناخد على بعض وفي خلال الثلاث سنين كلية كنت بالنسبة للناس كلها وبشهدتها واحد نازل من السماء في الحب والعطاء والهدايا والمفاجآت حتى المفاجآت اللي كنت بعملها لها عملت حاجات يا سالي لو حكيتها لك هتقولي دي مبالغة وما فيش حد بيعمل كده رغم إنها كانت بتبقى سعيدة بتقولي مش عارفة أشكرك إزاي بس كنت بشوف في عينها نظرة غريبة مش قادرة أفهمها نظرة حزن ممكن أو خوف أو نظرة حد عايز يقول حاجة ومش عارف أو مش قادر لحد ما عدت التلات سنين وخدت الليسانس وهنا كانت صدمة عمري خطبت يا سالم طلعت كانت مرتبطة بواحد تاني شاب كان أكبر منها بسنتين معها في الكلية وعشان تسكت أهلها اللي كانوا بيضغطوا عليها عشان تتجوز حطت شرط الجواز بعد ما تخلص دراسة عشان تديره فرصة يكون تخرج زبط حاله ويقدر يجي تقدم لها ده اللي أنا اكتشفته في الآخر بعد ما لقيت أهلها بيدوني شبكتي والهدايا بتاعتي وبيقولوا لي كل شيء اسمه ونصيب أتريها في الكواليس هددتهم بالانتحار وعرفتهم كل حاجة وصممت على رأيها والموضوع كبر وعشان يتلم اضطروا في الآخر إن هما يوافقوها وقرروا يدوني حكتي عشان ما تحصلش شوشرة بس أنا اتحققت بيا خطة رخيصة ضع قصادها تلت سنين ونص من عمري كنت فيهم مجرد سد خانة أو عريس استبني لحد ما لبيه يكون جاهز عشان يقعد مكاني تلت سنين ونص تخطيت وأحلام وردية صحيت منهم على أكبر كابوس ومقلب كبير قوي أخدته في حياتي جوايا نار يا سالي نار من اللي حصل مش قادر أصدق إن اتعامل فيا كده رغم أن أمي وإخواتي جابولي شيخ عشان يهديني ويقولي إن ربنا هيعوضني بس أنا مش قادر أفوق مش قادر أتصالح مع الموقف مش عارف أعمل إيه هو أتصرف إزاي قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة أدهم رسالة بتوجع القلب يعني عارف لو يفكرنا إحنا كم مرة تضحك علينا كم مرة ممكن نكون كنا خطة لإن حد يوصل لحاجة معينة أو إن إحنا كنا ماشيين بصفاء نية فما نلاقيش ده على قد ما أنت بتتوجع وتتعاطف مع بنت حبيبها أو اللي كان هيخطوبها عشمها وطلع ندل وإنه عشمها وخلع زي ما بيقوله وكسر قلبها لازم نتوجع أكتر على قلب زي قلب أدهم ده إلا قهر الرجال اللي دعم من عمره ثلاث سنين كان دوره فيهم إنه سد خانة استبنه زي ما بيقوله حرام عشان يحل محل إيه حبيب خطبته لحد ما يجهز نفسه طب مين يعوضه بقى عن الثلاث سنين ونوصل لدعم من عمره للدعم على الفادي وهل أجمل أيام حياتنا أو أحلام عملناها أو أفكار حطناها أو حاجات عشناها ممكن تتعوض طب تفتكروا أدهم ده ضحية بنسبة 100% ولا كان عليه الدور يعني كان عليه الدور إن هي كانت تتضحك على واحد واثنين وثلاثة أو عملت كده قبل كده ولا كان عليه دور برضو في اللي حصل ده إنه هو اللي خليها تعمل فيه كل ده طب معقول هي هتروح لحبيبها وتتجوز وهتعيش عادي ولكن إنه حصل حاجة طب وحق العباد طب إيه التصرف الصح اللي مفروض يتعامل معاها في موقف زي ده على فكرة ممكن حد يقولي يا عمم أنا متجوز ومخلف والحياة ماشيك وعيسة شاب إيه وقهرته إيه وقلبه إيه ممكن تبقى جد لشاب زي ده ممكن تبقى قب لشاب زي ده ممكن تبقى أخ لشاب زي ده أو صاحب لشاب زي ده وقلبك يتوجي عليه فإحنا هناك كلنا بنسمع كلنا بنتعلم ونعرف نعمل إيه في اللي جاي في قصة حقي استنوني بعد الفاصل في حياتنا العادية بنخلي في البيت أمبوبة ستيبن عجلة ستيبن في العربية ندارة ستيبن في المكتب لكن أول مرة أشوف ناس بتخلي جنبها عريس ستيبن المهندس أدم راح أتقدم لوحدة فوافق أهلاها وهي كم من وفقت بس اشترطت عليه إنها مش هتتجوز غير بعد 3 سنين لما تخلص كليتها وبعد ما عدت 3 سنين ونص وأول ما البنت فعلاً اتخرجت اتفاجئ بأهل خطبته بيدوله شبكته بيقوله كل شيء اسمه ونصيب واكتشف إن خطبته كانت مرتبطة أصلاً بزميل ليها في الكلية أكبر منها بسنتين اتخطبت لأدهم عشان تسكت أهلها اللي كانوا عايزينها تتخطب وفي نفس الوقت تدي فرصة لحبيبها نوى يجهز نفسه ويعرف يتقدم لها ولحد دلوقتي أدهم مش قادر يصدق اللي حصل معي مش عارف يعديه عشان كده مننورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودر استشاري الطب النفسي عشان نشوفها نعمل ايه ازايك يا دكتور ازايك يا سيلي صفحة جديدة مش نتخانق مش نعمل لبعض احنا على الحالة مشاكل الناس ايه بالزرط تكرر كفاية خناعات موسم جديد ومننورنا يا دكتور اخبرك ايه اخبرك ايه هو مش احنا منتبسط لما نلاقي انه اخويا مثلا ملتزم ملوش علاقات انه ابننا ماشي في حياته مش مركز غير في مذاكرته هو احنا غلط هو احنا نتبسط لو هو عنده الفرصة وبيعرف يعمل ده وبعدين هو بيرفض هنا نتبسط لكن لو هو ما عندهش الفرصة او ما بيعرفش يعمل ده فهنا ما نتبسطش هنا فيه حاجة مش مزبوطة هي اللي مخليه ما يعرفش يعمل ده فالسؤال هنا هو كان قدامه فرصة وهو رفض ولا هو غصب عنه الفاضيلة محوطاه عشان ما عندهش فرص او عشان هو ما بيعرفش يعمل علاقة لا استنى عشان انت كلامك ده واغوشني يعني هو مفيش بنات كانت معجبة بيه وهو كان بيعمل نفسه مش شايفهم عشان يدفشوا اسف على الازعاج هو ده بالزفت لا ايوه هو ما كانش فيه حد معجب بيه وهو كان شخص يعني القصة اللي اتحكت دي تقول ان هو شخصية التجنبية شخصية التجنبية ده شخص نفسه يعمل العلاقات اجتماعية بس ما بيعرفش يعمل علاقات اجتماعية وطول الوقت عنده حساسية زيادة للنقد فلانه عنده حساسية زيادة للنقد فما بيحاولش يدخل في علاقات عشان ما حدش انقضه فيقصر ثاني ياله LEK إخير واشهره ويفضل في جنب وعشان كده اطلع من ابتدائي بدون اي علاقت وبدون اي صداقات اوه مش عادي وسنوي كان عنده علاقات بسيطة وعلاقات محدودة وهو قال ده أن أنا كان عندي علاقات قليلة قوي في السنوي وفي كلية كان فيه ناس بتلمح الحقيقة ما كانش فيه حد بيلمح غالباً يا دكتور وهو غالباً أيوة لأنه هو وهو كانوا عايزين منه حاجة لأنه كان شوطر ومتفوق فهما كانوا مهتمين أنه ياخدوا مرجع منه ياخدوا بيستغلوه يعني يعني هو بيتم استغلاله من زمان مش جديدة الاستغلال منه هو في كلية وهو بيتم استغلاله طيب أنت ليه شفتها استغلال مش أنه جدعانة زي ماهو بيقول هو بيعملها جدعانة وهما بيعملوها استغلال بس فهو أفويد أنت برسناليتي زي ما بقولك كده الشخصيات دي بتبقى حساسة للنقد جداً فبتتجنب أنها تدخل في لقات عاطفية أو أنها تدخل في صداقة حتى وخدي بالك أنه دول نفسهم يخشوا في علاقة أو يخشوا في صداقة بس مش عارفين خايفين ده بيبقى أنتوب غالباً بيعملوها 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 بيعملو شمال عين سوين، الشخصيات دي ممكن تقتل في الاخر لو حد دقيقها ايوه، زي فيلم الجوكر كده انتي قلت كلام حلو قوي ده رعب، يعني انا عشوف في كل ده ده هو الشخصيات دي متقسمة الافويت انت برسوناليتي ده محدود كلاستر سي كلاستر سي ده محدود مع الاسكيزو طايبل والاسكيزويت برسوناليتي مين دول بقى؟ هفاهمك حيلاً الشخصيات عندنا كلاستر اي وكلاستر بي وكلاستر سي كلاستر سي ده اللي هو اسكيزويت برسوناليتي اللي هو الشخصية الفصامية تمام؟ والاسكيزو طايبل برسوناليتي فصامية النوع والافويت انت برسوناليتي اللي هي الشخصية التجنوبية التلاتة دول محطوطين مع بعض عشان التلاتة دول بيقلبوا بزهان يعني الشخص ده ممكن يدخل في اعراض زهانية مع التعرض لضغوط، هشرح لك بالتفصيل بس ديني دقيقة خدي بالك بقى الفرق ما بين الاسكيزويت برسوناليتي والافويت انت برسوناليتي انه الاسكيزويت برسوناليتي حابب عدته لوحده، حابب انطباقه، حابب انه ما يتعرفش على ناس هو مستمتع بده، متفوق جداً لما بيقعد لوحده مع جهاز لابتوب تحطيه فريق ما يعرفش يشتغل، عكس الافويت انت برسوناليتي لا، ده نفسه يخش في علاقة بس مش عارف زي اللي بيبعث يقول لنا البنات بتبقى معجبة بيا بس انا بسيبها لحد ما تطلق وخدي بالك بقى ان الشخص ده لما بيخش في علاقة عاطفية بيدي العلاقة دي اهتمام كبير قوي وتبقى هي كل حياته، لما يتصدم في العلاقة دي حاجة من الاتنين تمام؟ يلسع ياخد المقلب اللي خده ده ويتعلم انه يتغير يعني ده شلوه الدفع للامام، يلسع يعني يتجنن؟ لا يلسع يتجنن، يدخل في اعراض الزهنية ايه بقى الاعراض الزهنية دي؟ يبدأ عنده اعتقادات انه الاخرين بيتأمروا عليه والاخرين بيحاولوا يضطهدوه زي في المأسف على الزعاج اه بس هو كان في أسف على الزعاج عنده سكيزوفرينية عنده فصام ده قصة تانية ده مرض على المحور الاولاني هو ده مش شبه ده؟ لا، هو هيخش في كده هيبقى شبه كده يعني هو هيخش، ولسه مدخلش، فصام أكثر ولا الزهن؟ هو الفصام نوع من أنواع الزهن، الزهن ده كلمة العامة هيخش في ايه بقى من الزهن؟ ما احناش عارفين هو وحظه، ممكن يدخل في فصام زي أسف على الزعاج ممكن يدخل في اطراب تاني مش عارفين هيخش في ايه دكتور الكرام ده كبير ده مع الصدمة اللي خدها، الصدمة العاطفية فممكن في لحظة الزهن دي قرر ان يقتل انه هو خلاص استسلم وشكراً وخلاص طب هو البنت، طب هو ازاي؟ هو شخصية تجنوبية هو راح وصمم وقال له أخته ملكيش دعوة والمامته ملكيش دعوة ايوه عشان هو بصي بقى هو الشخصية التجنوبية لما بتبقى عايزة توصل لحاجة بتسر عليها خلاص طب ما هم مش تجنوبية بيعرفي خطوة لا تجنوبية، ما فاهمك بس الاطار هنا اطار رسمي، هو اخد خطوة في الاطار الرسمي ما رحش تعرف عليها في الشارع ما رحش تعرف عليها في مول ما رحش تعرف عليها من عن نت، هو اطار رسمي وهم اللي راحوا تكلمه ايوه، ما هو ما يقدرش يعمل ده لوحده يعني ما يقدرش يعمل ده انه ياخد نفسه كده بنفسه، يروح ويتعرف لازم حد اللي يجيب له الغروسة وحد اللي يروح معاه، وحد يعمل الكلام ده عشان هو يعمل ده، هو نفسه جداً بس مش عارف، فعشان كده هو مرتبطش عاطفياً طول السنين اللي فاتت، عشان هو مش عارف خدي بالك بقى بقلة الكبرة، هو اول ما شافها انبهر بجمالها واختياره كان اختيار سطح جداً هي جميلة؟ هو قال جميلة قوي، خطيرة الجمال اه، 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 فاختيار سطحي جداً من غير ما تتكلم مع انها كانت سكتة لكن اعجب بيها وحبها وأصر عليها هي مكسوفة بقى، هي ما اتكلمتش عشان مكسوفة وشان مش عايز تتكلم، عشان مش عايز تتكلم صح؟ اه طبع، مخلص 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 فهي ما كنتش عايز تتكلم ومع ذلك هو أصر عليها، بص الاختيار السطحي عشان شكلها بس هو اختارها مش عشان اي حاجة تانية فاختارها عشان شكلها ودخل في العلاقة، كان الاول حاسس انه في حاجة مش مظبوطة زي ما تكون في حاجة عايزة تقولها اه، ازاي هو موقفش عند الحتة دي؟ بيعمل دينايل، هو بقى عمال يعمل انكار، عمال يعمل حياة الدفاعية عشان يكمل مكسوفة، يعملي مش فائق لما كان بيقولك انه هو مهتم بالدراسة هنا كان بيعمل حيلة دفاعية تانية اسمها التسامي هو مش عارف يدخل في العلاقة فعمال يعمل تسامي عمال يركز ويحط كل طاقته زي ما حدي بعصبي جدا ومش فاشل في العلاقات يقولك ده هتغبق من الاخرين ولا حوالي اصب مش طهين ده غير التسامي التسامي ده ان واحد يبقى عنده رغبة مثلا في انه يعمل علاقات عاطفية وعلاقات جنسية فيقوم نائل ده لا نائل ده على حاجة تانية يبدأ يبدأ فيها ويبقى موهوب فينقل ده على الرياضة فيبقى متفاوض جدا رياضية ينقل جدا على المذاكرة فيبقى متفاوض جدا براسية وهو ده اللي عمله كان مركز على الشطرنج جدا ومركز على الدراسة جدا ليه؟ لانه هو كان بيعمل تسامي عن الغراز الجنسية هو بيدحك على نفسه والرغبة في انه يتكلم مع بنات موجودة جواه وبيقعد يقول بقى في التسامي ده انه ايه؟ لا هو اللي مش عايز لا هو اللي رافض لكن في الحقيقة هو عايز وبيعمل تسامي هو بيعمل التسامي ده بالعقل الوعي ولا بالعقل الباطن؟ بالعقل الباطن يعني هو مش واعي بانه هو بيعمل التسامي اصلا فهم حاجة؟ هو مش واعي انه هو بيدحك على نفسه وبيقول لا انا مش عايز اتعرف على بنات دلوقتي ده لو جات له الفرصة كان اتعرف لكن هو الحقيقة ما جات لهش الفرصة وهو ما عندهش الامكانيات اللي تؤهله انه يعمل ده فكان طول الوقت بيعمل الحلة الدفعية بتاعت التسامي عشان يوصل لإيه للهدف بتاعه التاني اللي هو المذاكرة وبقت المذاكرة هي الهدف مش العلاقات تعرف إن أنا يعني قلت لك إحنا قدأنا صفحة جديدة وكنت الأول بعرضك وطلعت صحف كذا هاج صحف كذا قصة وشفناها في الواقع يعني شفت قلت لي هيعمل كذا كذا حصل قلت لي دي هتعمل كذا 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 حصل فمش هنقشك في دي مش قادر أقول لك لا يعني بس جد يعني ده بيبقى طبعا أعرف إمتى أن أنا بعمل تسامي أعرف إمتى أن أنا اندنايل أنا بنكر أن أنا فشلة في حاجة فهم كده أعرف إمتى عشان ألحق نفسي هو يعني الحالة الدفعية بتتعامل باللاوعي أيوه فأنا كشخص مش هعرف في اللحظة اللي أنا بعمل فيها الحالة الدفعية ممكن أعرف بعد كده أو أعرف لما الوعي بتاعي بشكل عام يزيد فأبدأ أفهم الحالة الدفعية بتاعتي وافهم أن أعمل ده ليه فهو طول الوقت كان حاسس أن البنت في حاجة مش مظبوطة وعمال يعمل إنكار لا أصلها مكسوفة لا أصله مش عارف إيه وعمال يعمل أنا أصلي بحاجة مرتبطة بي أنا يا دكتور إزاي أعرف مش بلا حوالي يعني لحوالي ماشي ممكن أكدر النفسي يقول لك إيه هديره عذره أقول لك إيه ده اسمه الراشناليزيشن ما هو نفس الحكاية ما هو في الحالة آه يعني أنا بابقى حاسة أن القدبي ده بيكذب علي أنا بعمل إنكار ده ده ورضو نوع من أنواع أنا بعمل إنكار أو بدي مبررات بعمل الراشناليزيشن ما كل ده حال دفاعية في التسامي اللي احنا قلناه ده هو عمال بدل ما يطلع الطاقة الجنسية بتاعته في اتجاهها أنه تعرف على بنت زي بقيت أصحابه ما بيعملوا لا قرر أنه يطلع الطاقة دي في المذاكرة وقاعد يقول لا أصلنا مهتم بالمذاكرة لا هو أنت مهتم بالمذاكرة يعني الجزء الفيسيولوجي ده ده جزء فيسيولوجي ده حاجة غصبة عنك ده غريزة جواك مش موجودة لا هو عمال يتحكم فيها جدا وعمال إيه بيقول لك آيكان كونتروليت أو يتحكم فيها هو ده اللي قاله بالضبط هو في الحقيقة بيتسامى هو مش بيتحكم فيها هو بيتسامى بس الأهلي بتبسط وقع على بوزة هو ما تحكمش فيها ما الأهلي بتبسط تهي أيوة هم مبسوطين بس هم عندهم مشكلة هم مش فاهمين أنه أنه يبقى مهتم شوية بالبنات ده معناه أنه الفيزيولوجي بتاعه ماشي نورمال ده ده الطبيعي ويخوه يعود يبعت لها جوابات بقى كأي ولد في السن ده مش مهم حتى يبقى بيبعت جوابات أو يبقى على علاقه عطفية بنت بس يبقى مهتمة بالبنات يبقى مهتمة بالبنات يبقى هو عايز ما بيعمل شي عشان هو بيتسامى عشان هو منشغل بالدراسة عشان هو مش عارف بس يبقى فيه اهتمام يبدو بالبنات لكن لو ما فيش اهتمام خلص بالبنات هنا لا لازم فيه حينا حاجة في الفيزيولوجي بتاع الواد ده مش مظبوطة يعني فوق كلها الدقيقة ويبدأ يحب امتى مع البلوغ يبدأ يهتم بالبنات يبدأ البنات الفتو نظروا اكتر من اللازم تموهم كانوا بالفتو نظروا في القصة هو بس هو اللي كان بيكبر فهو ما كانوا بيوش هو اصلا ما كانش فيه هنا هنا قصة مختلفة هنا اصلا دكتور ده متأكد ان ده وهم ايوه هو ما كانش فيه حد ده السبيان ما كانوش بيصحبوه والبنات هاي صاحبوه ليه مصبيان مصاحبين بس يلعب معه شطرنج هو ده هو بس الشطرنج عشان هو بيتسامى بالشطرنج وايه علاقة الشطرنج لكن تفتكلي كام ولد في مصر بيلعب شطرنج لا ما دي بيطلت دي يعني بالزبط الناس كلها بتلعب بلاستيشان دلوقتي فالشطرنج ده مش هو يعني هو عايز يقول اه في القصة ان هو كان زاكي زيادة ومع زكاء او ده اه هو زاكي بس مع زكاء او ده ما اكتشفش القصة بتاعت البنت وما اكتشفش انها هلعباك عطفية بواحد تاني عشان طول الوقت بيعمل راشوناليزيشان اللي هو الاول تبرير ليها ودنايل اللي هو انكار بينكر احساسه وبيعمل راشوناليزيشان وبيديها تبرير للي هي بتعمله ده هو بيقولك يوم الخطوبة مكتش فرحانة طب انت مكمل ازاي في القصة دي وانت شايفها مش فرحانة وشايفها مش عايزة فيه حاجة مش مزبوطة انت حسسها طب ماتفحر وراه ما تهتم زي ما يكون كده ايه مكنش عايز يشوف مكنش عايز يشوف ان فيه مشكلة وانه هي فما اخواته بليه ما اسمعش كلام مع ابته واخته اهو عشان هو سطحي وهتم جدا با انها عجبته شكلا يوم كتكوا مكتش جميلة او يكلم سواه بالنسباله حاجة اول مره ما هيش خبرات سابقة مفيش خبرات تعامل مع بنات قبل كده فهو بالنسباله دي فظيعة وراعة الجمال وهي دي ودي اول واحدة يشوفها تخيالي يعني مش دخلنا بيت واثنين نحن أول بيت دخلناها هي دي هي دي أنا اخترت خلاص دي وشبت فيها زي الأطفال لدرجة أنه لأ ومامتو رفضت وخواتو رفضت وقش أبطام فيها بنفس الطريقة أو أبوها غلى في المهر وعمل حجب طيب سي 3 سنين ونص وقعد في إنكار دي يأكد لك أنه في حياة دفاعية بتحصل طيب مامتو كتفين بقى مامتو واختو بقى فينه فلما فيش الحياة الدفاعية كان اكتشف الموضوع هو بابا فين؟ أبابا يبدو أنه هو ممتوفي أو ممفصل لأنه مالوش أي دور في القصة آه سعى؟ طيب حسيت إيه؟ ما جابش سرطه خالص في القصة ولبأحب بتحليلك بقى طيب تقول بقى إيه ترى وسط الكلامة ما هو خدي بالك بقى أنه عدم وجود الأب هنا يشجع جدا أنه الطفل ده يبقى شخصية تجنبية هو واحد طفل في وسط بنات طفل وحيد ولد وحيد في وسط بنات والأب مش موجود فهيبقى التربية بتاعته فيها خايفين على الودة عشان ده الودة الوحيد اللي عندنا فإحنا ما تنزلش تلعب في الشارع ما تروحش فيه فكل ما هنخاف عليه وهنقفل عليه هنحوله الشخصية انت وايئة وتجنبية برافو عليك انت وايئة وتجنبية وهو ده اللي حصل الشخصية للدوية دي هي التجنبية عشان الشارع ما يبوزوش تكون النتيجة في الآخر ان احنا اللي بوزناه انه ما بقاش عنده ايئة خبرات اجتماعية كان هيطلق بعد شوية ليه؟ اقولك لانه هو ما كانش هيبقى مالي عنها زي ما بنقول كده هي عندها خبرة خد بالك وهو فاهم انها قطة مغمضة ما هي اختها اللي قلت ما اختها بقى بتقول لكن دي مش حقيقة هي عندها خبرة فمع الخبرة دي هي هترفضه بعد شوية هي عندها خبرة عشان ايه عشان تعرف حد تاني؟ ده هي كمان شخصيتها فيها جزء سايكوباتي عشان هتبتت بالانتحار؟ لا ده فيها جزء سايكوباتي عشان هي لعبة اللعبة دي دي سايكوباتية يعني شايفة الذكاء؟ سايكوباتي ده اللي هو الشخص المضاد للمجتمع او اللي بنسميه الانتي سوشيال برسوناليتي اللي هو اهم حاجة عنده في الدنيا مصلحته الشخصية مايفرقش معاه مشاعر الناس ده النرجيسي؟ ولا حاجة لا السايكوباتي هو اللي كده النرجيسي هو بيحب نفسه لكن السايكوباتي عنده مصلحته تغلب مصارح الاخرين لكن مش شايف نفسه احسن واحد بس مصلحته هي الاهم فالمجرمين مش نرجيسيين ولكن المجرمين سايكوباتيين النصاب سايكوباتي بس زكي فبيعرف يستغل زكاءه في انه ينصب عن الناس او من النرجيسي بيقى قاد؟ ايه اللي جاب النرجيسي في قصة؟ يعني انت بتقول ان السايكوباتي دايما بيبقى مجرم بس النرجيسي ميفعش يبقى مجرم لانه شايف نفسه حلو قوي لا النرجيسي اجرامه بيكون في العلاقات العاطفية مش مع الناس ده مجرم مع الناس السايكوباتي دايما يقذي الاخرين ومعندوش مشكلة يعني فاكرا النرجيسي يترفع انا بفهم منك الانواع النرجيسي يترفع عن انه يقتل او 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 مش يترفع ولا حاجة لا لا مش يترفع ولا يقتلهم برضو اه مالوش علاقة خلص ممكن يقذي حد ايوة بس دي قصة ودي قصة تانية انت مجرمش دخلتي النرجيسي ليه في النص عشان سايكوباتي نرجيسي مش عارف ايه فصام انا بقعد عاصم افهم لا سايكوباتي حاجة ونرجيسي حاجة الشخص النرجيسي ده اللي هو بيحب نفسه اكتر من اللازم وعنده احساس بالعظم مبالغ فيه طب انا حسيتن هو كده شوية لا طب معمال يقولك انا بجيب درجات محدش عارف يجيبها انا مش عارف ايه هو فعلا بيجيب درجات حلوة ده جيب 9% ولوه بيحاول كمان يبقى نرجيسي ومش عارف هو جيب 99% فعلا بس هو بيدور لنفسه على راشونال ده سبطايب من الافويدنت انه طول الوقت بيدور لنفسه على مبررات عشان يشوف نفسه كويس ما هو مش عايز يشوف نفسه انه هو اللي بيتجنب المواقف هو عايز يشوف نفسه كويس فاهماني فبيدور طول الوقت الحال الدفاعية بتشتغل عشان تخليه طول الوقت يدور على مبررات تخليه شوف نفسه بشكل حلو بشكل ايجابي فاهماني ده دليلة كبيرة او هي بقى عندها جزء سايكوباتي في ايه بقى جزء سايكوباتي ده استغلت الودة عشان توصل للهدف بتاعها هنا فيه سايكوباتية اه هنا فيه سايكوباتية ومع دين مش بس كده دي هددت بالانتحار عشان تتجاوز الودة اللي هي عالية مش بطلت الحال والله هي بتهدد لانها سايكوباتية هي المفروض بطلت بس هي الحد دلوقتي بتجيب مع الاهل يا إقولون بأ فاهم ما بيصدقوا نا فاهملها والله نا فاهملها يا دكتور والله يا إخيف فيقولك ما هي صدا يدوك السيكينة عارف 했لك ما بتعطاよし بالعرض بطول أنا عملي ماهددت بالان هو المفروض الحكاية دي البنات لما بيعملوها بيضغطوا على الاهل أخصوصا لما بيبدأوا ينفزوا بأشكال معينة يعني هي لو قطعت جرح سطحي الأهلة هيبدأوا يتخضوا أو خدت عشرين حبيت مثلاً أي دواء مسكن فهيحصل كده الأهلة هيتخضوا جداً وهيفتكروا ما فعلاً هم هتموت معاً شاء الحقيقة هو عارف منين بقى القصة دي هم هم بلغوا أكيد هم بلغوا أكيد بالقصة أنها هددت بالانتحار أو هم وفقوا أنها هتتجوزوا بس دوروا على مبرر يقولوا هولو أنه البنت هددت بالانتحار أنا بقى شكة في دي بقى ممكن جداً أصدوني حلوة وجميلة تهدد بالانتحار نعم والودي الثاني جاهز دلوقتي وحاية تجوزها وهي بتحبه فخلص كل شيء اسمها نصيب هي تتجوز ده بدل ده هم مش خسرينين حاجة ولا ده بنخلتهم ولا ده بنعمدهم ولا فرقتش في حاجة ولا هيفرق لهم أي حاجة بس كده طب وبعدين أنا بص بدأت بيها ايه عدتلك يا دكتور وأنا عايز أعرف دلوقتي هو يا تعافى ازاي يعني أنا شايفها القصة كبرت قوي مني مني كبرت قوي المشكلة هي الصدمة اللي حصلت له دي هو الصدمة دي هيعرف يتغلب عليها ولا هتدخله في السايكوز زي ما قلنا هيخوش في زهان هيخوش في زهان هو بالطريقة اللي هو بعد بها دي هو لسه ما دخلش في زهان تمام بس خدي بالك انه بدأ يتأثر نفسيا ودرجة انهم قالوا له تعالى نجيبلك شيخ فده معناه انه بدأ يبقى فيه مرد نفسي بدرجة انهم لجأوا معه ده ثقافة المجتمع للأسف انه لسه الثقافة بتاعتك انت تعبان نفسيا فتعالى اصل البيت دي عمل لك عمل طبعا والعفلت ده اللي بيخال ناس ما تحبه لا لا او عملت له عمل فمن اول ما شافها حبها فاحنا عايزين نروح لشيخ عشان يبك العمل ملبوس ايوة ملبوس او حد هي ثقافة المجتمع كده طب وانت زعلان ليه طيب بدأ بقى يبقى فيه نفسي انها قررت انها توديه لشيخ فده معناه انه بدأ يبقى فيه مرض نفسي بدأ يظهر عليه خلل نفسي خلل نفسي ده ممكن تكون اعراض زهنية وهو مالهاش في رسالة او ممكن يكون اعراض اكتئابية ودخل بدأ يدخل في اكتئاب بسبب الضربة اللي خدها يانها ربيض اه اقول لك يعني انا انا الاعراض دي بتبقى ايه اعراض الزهن اقول له بقى كده عشان يخبله انه انا حسن لو بدأ يقسم انه فيه تآمر عليه وان الناس بدأت تضطهدوا انه حسس انه كل اتنين قاعدين يتكلموا فهم جايبين في سيرته ان الناس بتشاور عليه هو ماشي في الشارع دي اسمها ضلالات التهاضية ممكن يبقى فيه ضلالات تسمم فيحس انه فيه في الاكل حد بيحطوله حاجة عشان عايز يسمه من عيلته اه فيه ضلالات كتيرة في عندنا انواع ضلالات كتيرة بسهو الأشهر اللي هو ضلالات الاشارة انه الناس بتشاور وتتكلم علي او ضلالات التهاضي انه الناس بترائبني وعايزين يقذوني بقى اي شكل من الاشكال يعني لو لا اي حاجة من دول ده الله اشهر او يبقى فيه هلاوس بقى بس هو ما دخلش من حالة الهلاوس اكيد ايه هلاوس بقى يبقى فيه هلاوس على حسب سمعية او بصرية سمعية بصرية شمية تزوقية وحسية لا يعني انت شمية تزوقية ده شمية بيشم ريحة مش موجودة فاموخين يشم ريحة كوتش محروق يشم ريحة لا طب احنا ساحب يجررنا كده ايوة بس شم ريحة بنزين ايوة احنا بنشم ريحة بنزين عشان فيه بنزين فعلا لكن لو احنا لوحدنا اللي شمين ريحة البنزين انا دي فيه هلاوس شمية كده ده مجال ايوة وممكن تبقى هلاوس تزوقية وممكن تبقى هلاوس حسية وديه تتعالج نفسيا تتعالج طبعا بس على حسب الهلاوس الموجودة وعلى حسب شدتها فالمهم لو تركمل الامراض انت دخلت علي بيها دي في الموسم الجديد معقولة كده ايوة كده اه ده لو دخل في زهان احنا ما قلناش انه ممكن يدخل في زهان هو ممكن يدخل في زهان ممكن يدخل في اكتئاب وممكن يقتل ثلاث حاجات دولة وفي حاجة تانية ما مستبرو ضعب كل هما التلاثة ما اقول لا لو دخل في اكتئاب هيتعالج يعني هو لو دخل في اكتئاب طب ازاي لو هو حدد دلوقتي هي بقى مش فكرة كده يعني لو افترضنا احسن سيناريون ودخل في اكتئاب وتعالج تمام من الاكتئاب هيخش علاقة تانية ولا علاقة تانية هيبقى الموضوع صعب عليه اه اللي علاقة تانية هتبقى صعب عليه جدا لانه هو اصلا حساس جدا للنقد حساس جدا للنقد وهو القصة دي بالنسباله فيها رفض جامل دي ممكن ياخد التانية بزنب الاولى هو بيرفض انه ترفض ممكن يقولها تكذابه في كل حاجة هو اصلا مش هيخش في علاقة تانية لا يا دكتور ايوه ليه انا بقولك هو ابويدنت البرسوناليتي هو شخصية تجنوبية والابويدنت البرسوناليتي ماما هتجيب له واحدة تانية ماما لما هتجيب له واحدة تانية فهو هيرفض انه يرتبط لانه هو عنده احساس طول الوقت حساسية تجاه النقد ورفضها ليه بعد ثلاث سنين ده كسر له صورة قصاد نفسه وقال له ثقةه في نفسه اللي هي اصلا قليلة فاهماني وهو عمال يعمل ديفنسيات عشان يزود ثقةه في نفسه هو اصلا ثقة في النفس عنده الليلة وهو بيحاول يديفنس عشان يخلي الثقة في النفس تبدو كويسة الليلة وسعت قوي هيا كده فعل كبرت قوي هيا كده فعل انا وانا وارقص عادي واحد قلبه تواجع وواحدة ضحكت عليه ونكمن هنلم الليلة ونسوف هنعمل ايه ده ده احسن سيناريو احسن سيناريو انه هو يخش في اكتئاب وما يرتبطش تاني بعد كده ويتعقت ده ده احسن سيناريو لا احسن ما ينتقم ده احسن سيناريو هو ممكن ينتقم لانه السيناريو التاني انه يقتل انه يقرر وسيناريو التالت ويدخل في زهان هل زهان اكتر من الكتئاب؟ ايوة طبعا الكتئاب هيتعالج والامور هتبقى كويسة زهان ده زهان هيتعالج بس الامور مش هتبقى كويسة يعني إيه مشتوبة كويسة؟ لأنه بيأثر على الـ كوجنتف فونكشن بيأثر على التفكير أساساً يعني الكتاب بيأثر على الوجدان بيأثر على المشاعر لكن الزهان بيأثر على التفكير خلل في وظيفة التفكير والإدراك أساساً في الزهان؟ أه فالتفكير والإدراك لو اتضربوا هنا بقى فيه مشكلة ما بيتاخد لهم مش دواء؟ هيتاخد لهم دواء برضه وهيبقى كويس بس مش هيبقى بنفس الكفاءة فاهماني؟ عادي جداً من الغارب قال كل اللي انت عملت دا قلبك قصر ويتعالج عاطفياً إزاي؟ يعني يتعالج إزاي أتعافى أتعالج من المشاعر الوحش اللي داخلت لي دي طيب خلينا نتفق إنه أغلب اللي بيخش في علاقات عاطفية وبعدين العقب تفشل بيخش في حاجة اسمها تترابط أخلم بسبب وجود عمل ضغط الترابط أخلم دا يعني ايه؟ يعني فيه عمل ضغط موجود العمل الضغط ده بدأ يأثر فيه نفسيا فيدخلني في مزاج قلق او يدخلني في مزاج مكتئب او يدخلني في الطراب سلوك تمام او باكل ودخن او ماكلش واخس لا ماهو ده الاكتئاب هو اللي هيعمل كده هو اللي هيخلني ياكل او ماكلش ده الاكتئاب مش الاجستمنت يعني هو لو معاه مزاج مكتئب ممكن يبقى بيعمل كده ممكن يبقى بياكل ودخن او مابيكلش واخس الاجستمنت الدسوردر ده محتاج أن نعالجه على مستويين المستوى الأولاني محتاج أن نتعالج على مستوى السايكو سيرابي اللي هو يبقى فيه علاج نفسي جلسات علاج نفسي عشان نحاول نغير طريق التفكيره ونخليه يتجاوز المرحلة دي ويتعافى من العلاقة العاطفية اللي أصدرت فيه بشكل سلبي الحاجة الثانية أن نحن هنديله دواء هنديله دواء ليه؟ عشان نوقف الهرمونات اللي كانت بتطلع في وقت الحب الدوبامين أو هرمونات الساعدة هرمون الدوبامين مهم جدا والأكستوسين هرمون الأتتشمنت اللي هو بقى فيه ارتباطة عاطفية بينه وبينها فأنا عايز أوقف هرمون الدوبامين اللي مسؤول عن الحب وعايز أوقف هرمون الأكستوسين هرمون الأكستوسين اللي مسؤول على الأتتشمنت فلما هياخد الدواء هيلاقي تفكيره كتير بدقيل خذي بالك العينين دو بيجيو كتير قوي في العادة واحدة خطبها سبها واحد خطبته سابته تمام بيجو كتير قوي في العادة جايين بقى منهارين ما بيناموش وما بيكلوش وعمالين يفكروا وطول الوقت اه وطول الوقت بتفكر وما بتنامش وتعبانة طب دلوقتي انا عايز اعمل ايه عشان اخليها تنام وتبطل تفكر طبعا انا مش هقعد اعمل لها سايكوسورة بي 12 جلسة ان شاء الله اقولها هتبطلي تعيطي بعد ثلاث شهور هتنامي بعد ثلاث شهور عشان احنا محتاجين نعمل 12 جلسة علاج معرفي سلوكي طبعا ان ده تهريك هي دلوقتي منهارة تمام ومش عارفة تنام ومبتاكلش فمش فكرة ان انا هعملها سايكوسورة بي ناخد ثلاث شهورة وبعد ما تبطل لا لازم اديها حاجة دلوقتي تنامها وتأكلها لازم اديها حاجة دلوقتي تهدي مشاعرها اديها حاجة دلوقتي تخليها متفكرش ايه وتتبطل بقى على مراحل وتتبطل بالراحة مش هتتبطل على مراحل ولا بالراحة طب ماشي خلينا في قصة لابوينت احنا انا وراجل لكن ده هيعمل ايه انا ويتا ضد بعض انا انقصتها من الانتحار وانقصتها من انها تبقى تعبانة فتموت حتى من قلة الاكل او من قلة النوم فانا انقصتها من العذاب اللي هي فيه انا كل اللي عملتوا اني شدت الفيشة مخاها عملتوا يفكر 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 هو ما بيبصلش فأنا هديها دواء عشان أشد الفيش السؤال أخلي مخاه يفصل فتنام السؤال وتأكل ومشاعرها تبرد شوياتين ده السؤال لو حد زي أدهم بالأعراض اللي أنت عادت تقولها دي هيتعافز زي يتعافز زي بقى هيتعافز لو روح لدكتور هنعرف نخليها تعافز يعني لازم يروح لدكتور طبعا طب لو قلت لك البنى الحالة احنا رسا هو بنبدأه ماشا هتبنى الحالة ولا تضحك عليها لا 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 بس لو اتصل وتابع فهنا فعلا هندي له أدوية وهنصبط الدنيا وهنعالجه نفسيا أيوة بصي عارفة أكتر حاجة بتوجع في الفراء ايه الأدوية أنا كربي جد أكتر حاجة بتوجع في الفراء ايه ايه عارفة لما تحس كده أنه قلبك محروق كده على حاجة فقطيها وتحس كده أنك مش عارفة تعودي ورايحة جاية وانمغيك عملا تفكر فيه طول الوقت قلبي مخلوع هو ده بقى أنا عادي كل مكان روحته أو عديت من جانبه أو افتكرت حركة وبيعمل يا عاف الله يرحبه كان بيحب الماء أنا عايز أوقف ده طريقة التفكير دي عايز أوقف المشاعر دي أوقفها ازاي أضربه من البنية أو تتضيله كلام أنا عندي تتضيله كلام يوجع مش هيوقف متعيطش على حد ما عيطش عليك انتي تفتكري ده هيوقف لا خالص هعود له كده بقرش من ساعة كان غري كشتر ده أنا حتى لو أعمل معي جلسات علاج نفسي بش أقول الكلمتين دول من أصحابي بوقفهم على رجليهم أم الكلمتين دول أمه قالتهم له واخته قالتهم له وخاله قالهم له تغير حاجة؟ لما الغريب يقوله شكلك وحش اوه هي دي يعني تعيط على واحدة كده أنا بيتقعد على الشلطة و أخد دور أمه أو دور خالته آه وقعد بقى عجيب الناس معاي جلسات العلاج النفسي مش كده خالص جلسات العلاج النفسي فيها تفاهم لمشاعر المريض يا حرام أنت اتضحك عليش أنت ضحية عب أقولك لا يا دكتور أنا بدرسة تانية فيها تفاهم لمشاعر المريض وبعدين نبدأ نغير الأفكار والمعتقدات اللي جواه متفاهمة نتضحك عليه وكل حاجة ونغير سلوكه تفاهم مش أفهمه تفاهم يعني يبقى متفاهم هو حاسس بيه أبقى حاسس بيه تعبان ومأهور ومكسور أنا معجد بس وبعدين وبعدين إيه هتبت إيه أسيبك من مغرب لحشة وبعدك نغير طريقة التفكير في جلسات العلاج النفسي بس عشان عايز حاجة سريعة دلوقتي في الوقت اللي احنا منهورين فيه فالحاجة اللي هتجيب نتيجة سريعة هي العلاج الدوائي يعني أدهملوش للعلاج نفسي علاج نفسي وعلاج دوائي أنا عمال أقول علاج نفسي وعلاج دوائي ده العلاج الدوائي هو اللي هيخليه نام وهيخليه بطل يتوجع عليها أو يبطل يفكر فيها أو يبطل قلبه يتحرق كده عليها يبطل يبقى رايح جاي فاهماني؟ يهدى يلاقي المشاعر دي وقفت أنا الأدوية في الجزء ده وفي ده جدا أنا هتوقف له المشاعر اللي كانت موجودة هتوقف الأكستوسين والدوبامين اللي تعبينه ده شوية أكستوسين والدوبامين فاهماني؟ يعني دول نسيطر عليهم بده وخلصنا يا عم زكي على صحيته أو طلعوا نورتين يا دكتور نورتين يا دكتور حمود نورتين يا استنوني بعد الفاصل يمكن دكتور حمودة الرأي استنى يا هادها عشان أنا محتاجة أتكلم معي استنوني بعد الفاصل أصعب أنواع الجرائم ونواقة نظري هي الجرائم اللي ملهاش عقوبات في القانون لأنها جرائم صعبة نثبتها زي الجرائم إن احنا نكسر قلبه حد أو نكسر خطره أو نضحك على مشاعر الناس أو نتلعب بيها ما تقدرش تثبت ده هتثبت ده إزاي؟ هتثبت مين كان مخلص ومين كان خين طب مين اللي بدأ يشغل التاني عشان يوقعه في حبه ويدحك عليه طب والحب اللي حصل ده أصلا كان حبه حقيقي ولا وهم مين كانت نيته سليمة ومين كان داخلي تسلى مين كان صادق في مشاعره ووعوده مين كان بيمثل عشان فيه جواه هدف تاني أو بيتحك عليه قدامه بس صعب جدا بعد قصة حب أو ارتباط ما وصلتش للجواز إن حد يعرف مين كان صحة ومين كان غلط لأن التفاصيل بدايات الحب والارتباط مش مسجلة ولا فيها أختام رسمية الطرفين أصلا ما فيش بينهم عقد رسمي زي عقد الجواز مثلا بس عايزة قلوك أنا حاجة السيناريست الكبير وحيد حامد قالها حكمة على لسان أحمد زكي الله يرحمه في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة فاكرينها لما قال إن كلمة بحبك عقد اللمسة عقد النظرة عقد الوعد بالجواز غير ما تحسابها كويس أنت باخدتش حتى حذرك ما سمعتش النصيح بتاعت والدتك واختك لما شافوا الصورة بدري بدري وحذروك قالوا لك يمشي بس أنت صممت دخلت بقلبي جامد وانت بايع نفسك ومش عامل حتى حساب الاحتمالات يعني كنت بتحس في عينها بنظرة غريبة ما سألتش نفسك إيه دي طب ما سألتهاش في الأول خليت نفسك أكينك آلة حرم طعم من أجمل نعمة في الدنيا نعمة الحب أو المشاعر مش حاسس بحاجة بقدر أكترول مشاعري ليه تكترول حب بما يرضي الله نعمة إنك تعيش حياتك بشكل طبيعي ويبقى ليك صحاب وخرجات وتستمتع بالدنيا تبقى ليك خبرات وتجارب طب إيه فضلت جد بزيادة زي ما بيقولوا رابط الكرافات وقفلها لحد ما خنائتك ما تزعلش مني أكيدك أخوي صغير وأنا بتكلم معيك لما جيت فكها فكت على الآخر بحبحتها قوي فوقعت ما حد استغل قلة خبرتك إنه ما عندكش لسه خبرة عاطفية جايز يكون اللي حصل صعب ووحش وبيوجع والله العظيم أنا حاسة بيكمين من أنا ما تدحكش عليش تبع عارف بس كان درس وخبرة أنت كنت محتاجهم في حياتك العاطفية ممكن يكون إنه درس جيمة أخر وجيبي يوجع قوي بس كان لازم ييجي إن شاء الله ما ترتبط تاني ترتبط بواحدة بنت حلال زيك وطيبة تعرف إزاي تحبك وتصونك وتحافظ عليك وأنت كمان هتعرف إزاي تختارها وتحافظ عليها هتحافظ على قلبك مش هتديل أحد وخلاص ما حدش بتعلم بباليش هو هتفتكر الانتقام هو الحل هو هتفتكر إنه اللي حصل لك ده هيعطلك أو هيئزيك هتنتقم هتعمل إيه ولو فكرت في الانتقام هتوصل لإيه على قد الواجع والجرح بيكون العوض من ربنا ده بجد وبكرة هتشوف هتشوف ربنا هيرضيك إزاي ما فيش أحسن من تدبيره سلم قلبك لله ابدأ صفحة جديدة بكرة هتفتكر كلامي أنا شفتها بعيني شفت ناس بتكسر قلوب ناس وتجوزت بس لما تجوزت حياتها جحيم سبحانك يا رب شفت ناس تظلمت وحد جي عليها والله العوض كان محدش يصدقوا سبحانك وماشاء الله هم باركوا يبارك لهم ده بجد إيه اللي حق العباد أنا دايماً كان يتقلي تنتقمي وتشوفيه متضايق تتفرجي عليه ولا ربنا يكرمك وتكملي بدل ما تتعطلي بتدوري على أزيته ربنا يكرمك يا ابني وكمل سمعت معنا كلام دكتور حمودة في فقرة اللي فاتت سمعت كلامي دلوقتي واستنى منكم رسالة جديدة ما تطمنوني كان زي جروبس اللي بنحد نعملها على الفيسبوك انه جروبس ايه يا جماعة أنا كنت في علاقة وطلعت منها وطلع مش كويس قولوا لي اعمل ايه ربي زرع لعبي يوجا أنا عريز اسمع منكم بجد عشان تخرجوا من علاقة عاطفية أطمتك أطمت ظهرك زي ما بيقولوا أو ضيقتك أو ضلعتك بتعمل ايه هنسعد بعض وهنسمع بعض وهنحاول نحل هنا في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة